السلام عليكم. استكمل كلامنا عن البنك التجاري. وفي المحاضرة دي هنشوف ايه هي اهداف البنوك التجارية. البنوك التجارية بتهدف لتحقيق ايه? هنجد ان البنك التجاري له هدفين رئيسيين مهمين جدا جدا. ايه هما الهدفين دول? هنجد ان الهدف الاول هو هدف تحقيق السيولة. هدف تحقيق السيولة ده بيمثل الاتزام على البنك تجاه المدعين. ان اي واحد من المدعين يوم ما يطلب انه هوا يسحب امواله لازم يكون البنك جاهز. قادر على مواجه الطلبات ساحب العملة. ده معنى كلمة سيولة. سيولة يعني قدرة البنك على انه هو يوفي طلبات ساحب العملة. يبقى اول هدف عندي من اهداف البنك التجاري هو تحقيق السيولة. الهدف التاني هو هدف تحقيق الربحية او تعظيم الربح زي ما قلنا قبل كده مرارا وتكرارا. وزي ما قلنا في تعريف البنك التجاري نفسه انه هو بيهدف لتعظيم ارباحه. وطبعا هدف تعظيم الربح بيمثل التزام تجاه البنك. التزام من البنك تجاه المساهمين بتوعه. انه هو يحقق لهم ارباح عشان يعلي ثقتهم فيه. يبقى انا عندي هدفين مهمين جدا للبنك التجاري ان البنك التجاري من ناحية عايز يحقق سيولة عشان يكون عنده قدرة ان يواجه طلبات ساحب العملة وعايز في نفس الوقت يحقق ربحية علشان يقدر ان هو يعزز ثقة المساهمين فيه. طب تعالى نبص كده علشان البنك يقدر يحقق هدف السيولة. ايه هي مكونات السيولة اللي لازم تكون موجودة في ميزانية البنك عشان اقدر اقول ان البنك ده نعم بيحقق هذا الهدف. ان البنك ده بيراعي معيير السيولة. يبقى لما اجا بص على الميزانية لازم الاقي فيه بنود معينة موجودة في ميزانية البنك ده. البنود بتحقق هذا الهدف اللي هو السيولة. ايه هي مكونات السيولة? ايه هي البنود اللي بتقولي بالفعل ان السيولة دي متوفرة موجودة. عندي بندين رئيسيين. البند رئيسي اسمه سيولة حاضرة. والبند الاخر هو السيولة شبه النقدية. يبقى مما تتكون السيولة اللي احنا عايزين البنك حققها. تتكون من سيولة حاضرة. وسيولة شبه نقدية. طب كلمة سيولة حاضرة تعني ايه? تعني اموال حاضرة موجودة في ايدي. اللي هي عبارة عن ايه? اللي هي عبارة عن النقدية بالعملة الوطنية والعملات الاجنبية. النقدية اللي البنك بيحتفظ بيها في خزنته. ايه كمان? الودائع لدى البنك المركزي اللي هي تتمثل في نسبة الاحتياط القانوني. والودائع لدى البنوك الاخرى اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده. ضيف على دول كمان الشيكات تحت التحصيل. يعني شيكات اصحابها مفروض يحصلوها ليهم حسابات في البنك ده. ومفروض انهم يحصلوا الشيك ده. فبيحطوه في حسابات عشان البنك يحصله لهم. يعني هيحصل الشيك ويحولو لنقود سائلة. فييجي البنك هنا بيراعي ده او بيحط ده في اعتباره. فيقول القاتل. يبقى نسبة من هذه الشيكات تحت التحصيل. نسبة منها تظل كما هي في شكل نقود سائلة. تحسبا لمواجهة اي طلبات ساحب للعملة. وعشان كده بتدخل معايا في مكونات السيولة الحاضرة. بقى تاني. مما تتكون السيولة الحاضرة تتكون من النقدية بالعملة الوطنية. الوداء على ده البنك المركزي والبنوك الاخرى. والشيكات تحت التحصيل. النوع الاخر من السيولة اسمه سيولة شبه نقدية. يعني ايه سيولة شبه نقدية؟ يعني هي الاصول قصيرة الاجل. عفوا. الاصول قصيرة الاجل التي يسهل تحويلها الى نقود سائلة. زي ايه? زي قلنا قبل كده الاستثمارات في الاوراق المالية. بنكون عندي اسهم. موجه جزء من اموال العملاء شاري فيهم اسهم. بسهولة جدا ممكن احاول السهمة ده النقدية. وبدون ايه? وبدون خسارة وبدون تكلفة عالية. يبقى انا عندي هنا لو انا براعي اعتبارات السيولة. يبقى لازم يكون عندي المكونات داي. لازم يكون عندي في ميزانياتي سيولة حاضرة وسيولة شبه نقدية. ده لشان احقق اهم اهدافي وهو هدف تحقيق السيولة. هدف الاخر لازم لها يقل اهمية ان البنك التجاري بيهتم بتعظيم الربح. ليه بقى احنا عايز ان نعرف? ليه البنك التجاري هدف ان يعزم ارباحه? الارباح دي مهمة بالنسبة له عشان ايه? تعال كده نشوف. اهمية الربحية بالنسبة للبنك التجاري? تعال كده نشوف اهمية الربحية بالنسبة للبنك التجاري ان الارباح دي بتكون مهمة جدا علشان يقدر يستخدمها لمقبلة الاخطار التي يتعرض لها. زي ايه المخاطر دي? زي مخاطر الاقتمان انه يقدم قرد. واللي خد منه قرد ده مثلا يعلن افلاسه. فيبقى القرد هنا مشكوك في تحصيله. فلازم انا كبانك اكون مستعدة لان الفلوس تاعت القرد دي مش فلوسي. استعد ازاي? استعد ان انا اخد جزء من الارباح اللي حققها واعمل بيها مخصص اسمه مخصص ديون مشكوك في تحصلها. او ان المخاطر دي ترتبط بالاستثمارات. زي ايه? زي الاستثمارات في الاوراق المالية. طب احطط ازاي? اعمل ايه? استخدم الربحية ازاي في مقابلة هذا الخطر. ااخد جزء من الارباح اللي انا حققتها واعمل بيها مخصص اسمه مخصص هبوط في اسعار اوراق مالية. زي مخاطر التصفية الجبرية. لو حصل سحب مفاجئ وجديد. وعدد كبير من العمل عايزين يسحبوا اموالهم وانا ما عندي سيولة. هتطر في النهاية انا اعمل تصفية. جبرا غزبا عني لبعض الاصول بتاعتي. ليه? عشان خطر اوفر السيولة دي. طب بدل ما تصفي الاصول دي طب تعمل تاخد تحبس جزء من الارباح اللي انت حققتها تحطها في مخصص عشان تواجه مشكلة زي دي. زي مخاطر السرقة والاختلاس. واحد من افراد الجهاز المصرافي او من اعضاء البانك اقام باختلاس جزء من اموال العملاء. اتصرف انا ازاي? دي مش فلوسي. فلازم يكون عندي مخصص للكلام ده. المخصصات دي بعملها من الارباح اللي انا بحققها. يبقى الارباح دي مهمة جدا عشان اواجه بيها اي مخاطر ممكن ان انا اتعرض لها. خد بالك اهمية الربحية مش جاية بس ان انا اواجه بيها المخاطر. لا ده كمان الربحية ليها اهمية كبيرة جدا لان بستخدم جزء من الارباح اللي انا بحققها عشان انمي وزود رأس مال البنك. وكل ما زاد رأس مال البنك كل ما بانت قوته. علشان كده بنقول ان الربح وسيلة لتميت رأس مال البنك. حاجة تالتة ان انا ممكن استخدم جزء من الارباح اللي انا حققتها زي ما قلنا كوسيلة لتميت رأس مال البنك. كما ان الارباح اللي اتحققت او البنك بيحققها بتمثل دليل على ان البنك ده ناجح وعلى ان ادارته ناجحة فهي برهان على نجاح ادارة المصرف او البنك. وطبعا لما تيجي هنا تيجي حضرتك تعرف ان البنك بتاعك عمال بيحقق ارباح سيقتك فيه بتزيد. وتقول للناس والناس يبدأ الطلب على اسهم البنك يزيد فاسعار سهم البنك او الاسهم بتاعت البنك ترتفع. كل دي جاية من ايه? جاية من الربحية اللي اتحققت. عشان كده البنك عنده هدف مهم جدا وهو تعظيم الربحية. ليه? لان من خلال الربحية بقدر حقق كل الكلام ده. يبقى انا عندي اسيولة مهمة والربحية ايضا لا تقل اهمية الاثنين على نفس القدر من الاهمية. الاثنين مهمين. الاثنين هدفين مهمين جدا البنك عايزي حققهم. بس تعال كده نبص مع بعض. احنا قلنا ان السيولة والربحية دول اللي اتنين على نفس القدر من الاهمية. بس خلي بالك. عشان البنك يحقق سيولة ده معناه انه يوجه الجزء الاكبر من امواله فين؟ نحو استخدامات قصيرة الاكل. يعني يجيب بيهم زرخزانة. يجيب بيهم اسهم. يجيب بيهم سندات قصيرة. تمام. ده معناه ان هو بيوجه هذا الجزء نحو الاستخدامات قصيرة الاجل دي. ليه? ليه قصيرة الاجل? عشان يكون قادرا على مواجهة اي طلبات سحب من قبل العملاء. يكون جاهز. على مواجهة اي حد يجي يسحب فلوسه. ما يجيش اي حد يقولي لازم يكون جاهز. وعلشان كده لازم الجزء الاكبر دي. من اموالي يتوجه نحو استخدامات قصيرة. عشان احقق الهدف ده. طب تعالي على الجانب الاخر. ما احنا قلنا الربحية لا تقل اهمية. بس عندي مشكلة. ان انا عشان احقق الربحية دي. لازم اوجه الجزء الاكبر من اموالي. نحو استخدامات متوسطة وطويلة الاجل. خدت بالك من التعارض اللي موجود. عشان اعمل ربحية. اجيب عائد كبير. عشان اعزم ربحي. لازم اوجه الاموال نحو استخدامات متوسطة وطويلة الاجل مدة 3 سنين. مدة 5 سنين. مش قصيرة بق. وذلك لتحقيق اكبر عائد ممكن. حيث كلما طالت مدة القارض المقدم زادت الفوائد المحصلة منه. ليه بوجهها لاستخدامات متوسطة وطويلة? لان كل ما كان لاستخدام طويل الاجل كل ما كان العائد منه اكبر. اصبحت قدام معضلة. اصبحت قدام مشكلة. عايز احقق هدفين متعارضين مع بعض. عايز احقق سيولة بس عشان احقق سيولة لازم اوجه الاصول نحو استخدامات قصيرة ما نجيبش عائد. وفي نفس الوقت عايز احقق ربحية علشان احققها لازم اوجه الاصول بتاعتي نحو استخدامات متوسطة وطويلة الاجل. عشان اجيب اعلى عائد. فاصبح عندي هدفين. الهدفين للأسف متعارضين مع بعضهم. ازاي نحل هذا التعارض? ازاي نحل المشكلة دي؟ تعالي نشوف حل مشكلة التعارض بين السيولة والربحية ده بيتم ازاي؟ الحل هنا ان البنك يلجأ لواحد من مداخل تلاتة. مدخل منهم اسمه مدخل الاموال المشتركة. مدخل التاني اسمه مدخل تخصيص مصادر الاموال على الاستخدامات ووفقا لعجل استحقاقها. المدخل التالت اسمه مدخل الاولويات. تعالي نعرف كل مدخل منهم ازاي بيحلني المشكلة دي؟ وازاي البنك بيستخدم كل مدخل من المداخل التلاتة؟ في الكلام اللي احنا قلناه. ان هذا المدخل لا ينظر الى اجل استحقاق كل مصدر من مصادر الاموال. حضرتك جمعت كل المصادر ووزعتها على الاستخدامات المختلفة. فكانت النتيجة ان انت مش قادر توفر اكتر من مئتين مليون وهي اقل من المبالغ المطلوب صاحبها خلال اقل من سنة. علشان كده قلنا طيب نشوف المدخل التاني. وفقا للكلام اللي احنا قلناه ان هو تعامل مع الوديع بمسمياتها. عشان هي اسمها وديعة تحت الطلب. يبقى ناخد رقم الوديع بالكامل ونتعامل مع الان هو قصير الاجل. نتعامل مع الان هو يمكن طلبه ويمكن يسحبه خلال اقل من سنة. لا التعامل مع الوديع مش باسمها. التعامل مع الوديع بيتم بايه بسلكها. يعني ايه سلكها? يعني صاحب هذه الوديعة بيسحب منها ولا بسحبش. حاطت الوديع دي بقى لو كم سنة? بيتعامل عليها ازاي? نشاطه ايه? خلي بالك. لو هو حاطت الوديع دي بقى لو عشر سنين ومتعاملش معها قبل كده. وعمال بيضيف ليها بس عمره مسحب منها. بسمي الوديع دي وديعة ايه? وديعة مستقرة. مستقرة يعني ممكن اوجهها لاستخدامات متوسطة للاجل تجيب لي عايد اعلى. لكن لو هو بيحطها النهاردة بيسحب منها بكرة. او بيحط او بيحط بعد شهر ويسحب بعد شهر ونص. لا اخد بالك الوديعة دي اصبحت خطر. وبنسميها في سلوكها بنسميها وديعة متقلبة. متقلبة يعني ايه? يعني مش سبتة مش مستقرة. ابعد عنها. لما تيجي تستخدم اموالها استخدم اموالها كلها استخداما قصورة الاجل. لكن لو هي مستقرة او صاحبها مسحبش منها. ليه موجههاش ناحية استخدامات تجيب لي عايد وتجيب لي ربح كبير. خلي بالك. علشان كده بنقول مدخل تخصيص بصدر الاموال بنسب زي ما حضرتك شايف كده بقولك اديك ارقام لجانب الخصوم. وقولك وزح حالي. وفقا لهذا المدخل يبقى حضرتك تسأل نفسك سؤال الارقام دي. في منها قد ايه ممكن يتسحب خلال اقل من سنة. وتيجي حضرتك تاخد المبلغ بتاع اقل من سنة ده لما تيجي توزع على الاستخدامات. توزع على استخدامات قصيرة نفس المبلغ بالزبط. بحيس ان انا اقدر اقول ان البنك بتاعي يكون جاهز على ان هو يقدر يواجه طلب صاحب العمل لهذه الاموال خلال الفترة القصيرة. مدخل الثالث اللي بتلجأ ليه البنوك او بيلجأ ليها البنوك علشان خاطر تعمل موازنة بين هدفين بتحها المتعرضين مع بعض اللي هما السيولة والربحية. مدخل يسمى مدخل الاولويات يعني تعالي هنرتب الاولويات بتاعتنا. ازاي هنرتبها؟ تعالي نشوف توجيه اموال البنك الاستخدامات وفقا للأولويات الاتية. لازم ابدأ نمرة واحد. اسحب جزء من مصادر الاموال اللي عندي. وحطه على جنب واقول ان الاموال دي مقابل توفير الاحتياجات النقدية الاولية. او اللي احنا بنسميها السيولة التشغيلية. عشان ادفع بيها نسبة الاحتياطي القانوني البنك المركزي. عشان عندي وداع تديخ استحقاقها الرب. فلازم اكون مستعد. يبقى دي بنسميها الاحتياجات النقدية الاولية او السيولة التشغيلية. بعد كده اخد جزء من مصادر الاموال التانية وادخل على الاولوية رقم اتنين. هتعمل ايه في الاموال دي؟ هعمل بيها غطاء من الاستثمار الوقائي. ايه هو الاستثمار الوقائي؟ هو توجيه هذه الاموال نحو استثمارات قصيرة الاجل. زي قولنا الاسهم زي زون الخزانة اللي هي ممكن احولها بسرعة وبسهولة لنقدية وباقل تكلفة ممكنة. بعد كده باخد جزء من النقود بقى وابدأ افكر في الربحية. فهعمل ايه? هستخدم جزء من الاموال او مصادر الاموال اللي عندي بشكل يحقق الربحية. يعني حضرتك هتوجهه لاستخدامات متوسطة وطويلة الاجل. ولو عندك نقود بقى او عندك جزء من مصادر الاموال عندك. انت متأكد ان هو لن يتم طلب السحب منه لفترة زمنية طويلة يبقى ممكن البنك هنا يساهم في انشاء شركات مساهمة. بس خلي بالك شركات المساهمة دي لو دخلت فيها بتحتاج وقت طويل جدا علشان تقدر انك انت تسيل الاموال بتاعتها او تحول هذه الشركة لنقود سائلة. بكده يبقى دول الثلاث مداخل اللي ممكن البنك يلجأ ليهم علشان خاطر يعمل موازنة او توازن بين الهدفين بتوعه المتعرضين مع بعض اللي هما السيولة وتعظيم الربح. طب نسأل نفسينا سؤال في نهاية المحاضرة. لو بعد كل ده تعرض المصرف لسحب نقدي مفاجد. يعني جاله واحد من العملاء بتوعه. التقال قوي. اللي ليه فلوس كتير قوي عندي. مرة واحدة كده فجأة. وطلب سحب كل امواله مرة واحدة. طبعا البنك مانداش يقوله لأ. بس ممكن يتفاهم منه. يسأله. يقوله والله انت جاي تسحب بسلوسة كلها ليه? حرام والله. طب قلنا ايه السبب? والله لو وجد البنك ان هذا السحب سحب مؤقت. يعني راجل ده داخل مسلا في مشروع ومحتاج فلوسه كلها. بس المشروع متوقع انه يجيب عائد كبير ووعدهم بان العائد ده هيرجع يحطه تاني في البنك. في هذه الحالة في حالة ان يكون السحب مؤقتا بيلجأ البنك لمواجهة هذا السحب باستخدام الارصدة المتوفرة عنده في البنك ام يلجأ بقى للاحتياطي اللي هو وحطه في البنك المركزي تحت اسم نسبة الاحتياطي القانوني. اما في حالة اذا استمر السحب وما بقاش مؤقت بقى فعلى طول فيه سحب على طول. في الحالة دي ممكن يلجأ البنك التجاري لو هو ما عندهش سيولة انه يقترد من البنك المركزي. بس خلي بالك من الجزء بتاع الاختراض من البنك المركزي او اعادة خاص من الاوراق التجارية ان الاختراض هنا فيكون قصير الاجل جدا. يعني ايه قصير الاجل جدا? يعني بايام. هديك القرد ده مدة يومين ثلاثة بالكتير اسبوع. لغاية لما تتصرف وتشوف اصل من الاصول اللي عندك تحوله للسيولة وترجعلي الى القرد اللي انت اقتردته منه. اما بقى اذا حصل ان اشتد السحب بشكل كبير جدا لدرجة ان انا مش عارف وما عنديش سيولة كافية. في اخر حل ليا ان انا ممكن الجأ للارصيدة بتاعتي عند البنوك الاخرى اللي احنا قلنا عليها اللي البنك بيفتح بيها وداع في بنوك اخرى واخد عليها فايدة. او ان انا اخد الارصيدة بتاعتي اللي انا عاملها في البنوك المراسلة اللي هي البنوك الخارج حدود الدولة. ارسلهم وناخد الرصيد او الودائع بتاعتي اللي موجودة عندهم. ايبا دي سيولة لدى البنك يتصرف ازاي. دي الحالات اللي هو بيلجأ اليها. وكده نبقى انتهينا من هذه المحاضرة ونستكمل ان شاء الله المحاضرة اللي جاية.